رئيس الوزراء بورج جونسون رئيس الوزراء البريطاني يعتذر فماذا فعل ولماذا أحدث الأمر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين دعونا نتابع هذا الفيديو لرئيس الوزراء البريطاني ونعود لبقية القصة نتابع ماذا نعتقد الاجتماعي موحكم بمائهم دعوان التواصل الاجتماعي بروطاني مباشا وممتع الحجم الاجتماعي très اعطيت وتعليس الوزراء البريطاني يعتقد أن يجعل الى الطمية كفرقض بني ومتعقد ربما نتابع الى الأجلحدة من التي يجعلهاً أن أيضاً العالم الآن بما في نانينان ملاذا لن تحتوي على الوزراء بمستكلام باكسين روزراء البريطاني ومع ذلك لا أستطيع أن أتمنى التقلقات من المعارضة تتعلم أن هناك يتعلم أن هناك تقلقات التي تفعلنا أجزاء ويجب أن يأتوني وعندما ذلك مجرد أن أتمنى أن أتمنى السابق بعد 6 May 20 2020 وقد أجعلنا أجزاء قلات من أجزاء قد نجاح إلى تقلقاتي 25 أجزاء بعد أن أجزاء قلاتي كما شاهدنا ظهر بورش جونسون أمام مجلس النواب البريطاني وهو يعتذر لحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام قبل الماضي مشيرا إلى أنه ظن أنه اجتماع عمل وأوضح بورش جونسون أمام النواب أنه ظن أن الحدث كان سيحتارم القواعد الصحية المتبعة وشدد أيضا على أنه يتحمل مسؤولية الأخطاء المرتكبة ولكن على صعيد آخر دعا زعيم المعارضة العمالية كيرس تارمر دعا لاستقالة رئيس الوزراء البريطاني بورش جونسون بسبب ما فعل كانت أحزاب المعارضة قد دعت شرطة البريطانية لإجراء تحقيق بعد نشر أحد القانوات البريطانية دعوة مسربة عبر البريد الإلكتروني لتناول مشروبات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في حديقة مكتب رئيس الوزراء وأرسلت الرسالة من حساب السكرتير الخاص لرئيس الوزراء لعشرات الأشخاص وكان من المقرر إقامة الحفل في العشرين من مايو عام الفين وعشرين وهو نفس اليوم الذي حذرت فيه الحكومة البريطانية في مؤتمر صحفي حذرت المواطنين في المملكة المتحدة بأنه لا يمكنهم مقابلة سوى شخص واحد خارج منازلهم مشاهدين شاركون أراءكم فيما تابعتم وأخبرون ما هي العواقب المناسبة لما فعله بورش جونسون الفعل يستحق الأمر تقديم استقالته شاركون أراءكم